في استمرار لمسلسل الكذب والتضليل القطري عرضت قناة الجزيرة القطرية في أحد براميجها التي ترصد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه للمستشار في الديوان الملكي السعودي صعود الجحطاني بغرض السخرية لكنها لم تدرك أن الرد عليها سيكون مفحما وفاضحا لما تنتجه من مواد كذبة ما زالت الآلة الإعلامية لتنظيم إمارة الحمدين تنتهج الكذبة والتدليس كأحد أهم مبادئها ظهر ذلك قليا عندما عرضت على شاشتها افتراء على مستشار الديوان الملكي السعودي صعود القحطاني جاء رد القحطاني عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بعدد من التغريدات أثبت فيها ماذا تضليل هذا البوق الإعلامي لمتابعيه وغرد قائلا إن المتحكمين بقناة الجزيرة يؤكدون من جديد كذبها وانهيار مهنيتها فزعموا أنه هو من ظهر في هذا المقطع وأن من ظهر في هذا التقرير هو الإعلامي مشعل الإعنزي وليس هناك عيب في إعادته لتسجيل المقطع المصور وكل من له اطلاع على إعداد التقارير التلفزيونية يعلموا أن هذا أمر طبيعي وهناك لقاطات عديدة لكبار الإعلاميين الذين تم بث طلبهم لإعادة التسجيل كما غرد بأنه ليس غريبا أن تظهر الجزيرة بهذا المنظر البائس والكذب الفاضح فمفتاح فهم سياسة القناة التي رسمها القائمون عليها هو الكذب على قدر الألم حيث اغتر القائمون على الجزيرة بصبرنا طوال السنوات الماضية ولم يعلموا أن الشعب والإعلام السعودي قادر على دك حصونهم ومساواتها بالأرض في طرفة عين بهذه التغريدات يكشف القحطان عن فصل جديد من تدليس جزيرة الحمدين الذي استمر في تزييف الحقائق ووعي الشعوب